حلوني أبائي وانتو بتصلوا للأباء هنا ما تنسوش تذكروني في صلاتكم سفر النشيد الأنشيد إذا كان الكتاب المقدس كله يعني روح وحياة وجميل الحقيقة الواحد بيحتار ما بين الثلاثة وسبعين سفر عامل زي عارفين الواحد لما يكون داخل الفردوس كده هو توفيه تلاثة وسبعين شجرة وكل شجرة فيها سمر مختلفة عن الشجرة اللي جنبها ليه طعم ليه مذاق ليه مفعول يعني فيه حاجة تزاود الكالسيوم فيه حاجة تزاود البوتاسيوم فيه حاجة تزاود الفيتامين آلف فيه حاجة تزاود الفيتامين ب حاجة تزاود المناعة فيه حاجة تخلي الواحد ينبسط ليه تأثير كل سفر من الأصفار بجد ليه تأثير على الروح وعلى النفس وعلى الجسد ليه تأثير على الكنيسة وعلى البيت وعلى الإنسان ليه تأثير على العالم كله ليه تأثير في الأرض وفي السماء حاجة عجيبة جدا باختصار الكتاب المقدس أفضل تعريف ليه هو اللي قاله السيد المسيح لما قال كلامي هو ايه روح وحياة فالحياة طبعا الواحد حتى لما بيموت بتطلع روحه فلما تطلع روحه فبرضه الكتاب المقدس معانا عشان كده كتاب المقدس يحكي عن الأبدية وحياة طبعا إذا كانت الحياة الأبدية هي حياة فإذا لازم هيبقى فيها برضو الكتاب المقدس كتاب المقدس أعجب كتاب أعجب كتاب هو كتاب بيتسمى كده صاحب الأرقام القياسية العزمة يعني لو حبينا نعمل كتاب في أرقام قياسية ما يجيش أكتر من هذا الكتاب لدرجة أنه في بعض الكلمات البسيطة في بعض الورايقات الصغيرة دي يحكي عن تاريخ من الأزل إلى الأبد ما فيش كتاب يعمل كده عجيبا برضو كتاب يصلح لكل وقت ولكل عصر يعني في أيام إبراهيم كان ينفع في أيام موسى ينفع في أيام عشرين عشرين ينفع حتى المجيء التاني هيفضل يعني عجيب جدا عجيب أنه الشخص البسيط ممكن أنه يقراه إراية عبرة ولكنه ينتفع به والعالم يعمل دراسات فيه ويجد ما هو جديد يقوله ينفع للنملة وينفع للفيل يعني ينفع لكل الأحجام العجيبة أنه كل آية فيه كل آية ولا أبالغ لما أقول كل كلمة كل كلمة فيه ما بتخلصش ما بتخلصش يعني مخدوع اللي يقول أنا يعني خلاص مثلا تكوين واحد واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله إنه حد يقول آسف في البدء خلق الله السماوات والأرض ده دي يحنى واحد لكن عشان الأيتين دول هما اللي بيكلموا عن البدء البدء الزمني والبدء الأزليان لكن محدش يقدر يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض إنه تم تفسيرها بالكامل محدش يقدر يقولها مازال فيها جديد ليه؟ لأنها مليانة حياة لأنها ما بتخلصش فالكتاب غريب وجميل وعجيب عشان كده كل سفر طبعا الشيطان يحب يحاربنا بقى أصلا ما بفهمش أصلا ما بعرفش أصلا بازهق أصلا أنا قريته أصلا أنا عملته أصلا أنا سويته هي كلام كله خدع خدع شيطانية ليه؟ علشان عايز يخلينا بلا روح وبلا حياة ببساطة كده يعني عايزنا نبقى ميتين ينزع مننا الرفاء الشاطر اللي يمسك الكتاب المقدس يلهك فيه نهارا وليلا فيبقى عايش نهار وليل سفر النشيد الأنشيد من الأصفار مش المحبوبة ومش المعشوقة ومش الأصفار الأصفار اللي تحفظ تحفظ واللي يبتدي فيها ما يخلصش ما يخلصش السمة بتاعة سفر النشيد الأنشيد أولا علشان تكونوا عارفين يعني إيه اسمه ناشيد الأنشيد ناشيد الأنشيد واضح إن فيه أناشيد كتير فسليمان الحكيم كتب لوحده طبعا ناس كتير كتبوا أناشيد سليمان الحكيم لوحده كتب أكتر من ألف وخمسة ناشيد لما جي يتكلم عن ده النشيد ده قال ده نشيد الأنشيد ما يجيش أحلى منه وافتكر في مرة يعني خطر في بالنا إن إحنا في اجتماع درس الكتاب يعني ندرس نشيد الأنشيد قعدنا كذا سنة في الآخر خلصنا ناشيد أربعة من تمانية فقلت إحنا هنقضي عمرنا كله في ناشيد الأنشيد ومش هنخلص ليه لأنه كنا لما يعني الآية كنا بناخد فيها حوالي ساعة ساعة وشوية وبعد كده على ما نبتدي الأسبوع اللي بعده نقول أه بس الآية اللي فاتت كان فيها حتايا حلوة وقايا وعايزين نقولها فنرجع لها تاني فبالتالي برضو ما نلحقش فهي سفر من الأصفار اللي الفرامل فيه أكتر من دوس البنزين يعني لوحد يقف عارفين لما الواحد الأرضية كده بقى فيها عصل أبيض ومن الواحد يحط رجله تلزق بس هي لازق بالعسل مش لازق بالمونة يعني السفر ليه جماله لأنه مليان مشاعر مليان كلمة حب مليان بشكل غير عادي طبعا سفر بالشكل ده بيكلم عن ربنا بيحبني وأنا بحب ربنا يعافرت إبليس عارفين يعني ايه عافرته يعني أكتر حرب ما هيدي احنا نفهم الأصفار بقى وقدرتها وجمالها طبعا كل الكتاب المقدس كله موحى بيه من الروح القدس ومسوقين وكل حاجة بس في بعض الأصفار يعني تحرك الجبل هو صراحة كل الأصفار يعني مش هادر يعني نفس الكلام ده هنقوله لو بندرس أي سفر من الأصفار لكننا النهاردة هبقى متعصب شوية لسفر نشيد الأنشيد لأنه الموضوع عن نشيد الأنشيد لكن لو هنتكلم عن سفر الخروج هقول لكم نفس الكلام ولو هنتكلم عن سفر التكوين سفر التكوين ده حكاية يعني حاجة حاجة تفوق 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 البشر يعني يعني احنا جروب كده يعني حوالي 15 واحدة على مستوى العالم من دول كتير بنقد مع بعض مرتين من أول الكورونا كنا بندرس زمان كتاب مقدس مع بعض وتفركشنا بقى من حاجة و30 سنة يعني حاجة و40 سنة تقريبا فلما جات كورونا فابتدنا نتواصل فابتدنا نعمل درس كتاب مع بعض ونقعد مرتين ابتدنا من تكوين واحد حاليا تقريبا في تكوين 8 حاجة زي كده وبنحاول نجري يعني بنحاول نجري وبنعمل قاعدتين في الأسبوع ومش ملحقين وعمين نجري 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 بس هي سفر ده سم كل سفر من أصفار الكتاب عشان كده خسران اللي ما يتعجنش في الكتاب المقدس خسران اللي ودانه بتسمع كلام العالم وبتسمعش كلام ربنا مخدوع الإنسان اللي تايع في مشاعره بكلام فارغ اللي بيدور على كلمة كلمة عدلة في العالم العالم مليان كلام متعب أحلى برنامج توك شو الكتاب المقدس حوارات فكرة السفر ده سفر ديالوج سفر النشيد الأنشيد ده سفر ديالوج ومن جماله ومن إبداعه وعجيبه إنه السفر التاع ديالوج ده بقى هو فيه ثمان شخصيات السفر مش بس العروسة والعريس فيه بنات أرشاليم وفيه الأصدقاء وفيه فيه نعم والحراس وفيه عدد كبقاء هم تمانية يعني العجيبة بقى إنه الديالوج ده من قطر السمو اللي موجود فيه ومن قطر الطبيعي إنه اللي هيقوله الجملة دي هو فلان فما يكتبوش فلان يعني ما يقولش وقال العريس وقالت العروس وقالت بنات ما عندهمش السفر ده ما فيهوش ديالوج محزوف منه أسمانه لأنه مفروض تكون فاهم يعني لو دخلت في الموضوع ده لقوا السفر ده مليان يعني أقولكم على شوية إحصائيات في الآخر هو لغاية دلوقتي لسه لم ينتهي بعد دراسته أكيد ولا أنت تنتهي دراسته لكنه هو سفر التفضيل يعني فيه حبايب كتير لكن أنت الحبيب بين الحبايب وانت الحبيبة بين الحبيبات عشان كده السفر ده من عنوانه عنوان تفضيل هو نشيد الأناشيد السفر ده كله ماشي بالطريقة دي يعني الواحد اللي هو بيسمى إيه؟ سلوب التفضيل يعني أنه الواحد لما يبقى مشحون قوي فيقول للأدامه أنت أحلى الحلوين أنت أغلى الغالين مش غالي يعني أنت اللي مفيش زيك السفر ده بيوضح أنه ده كمان أسلوب ربنا معنا يعني هتلاقوا الفكرة الفكرة مش 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 جديدة يعني مثلا لما يتكلم عن قدس الأقداس لما يتكلم عن باطل الأباطيل يتكلم أنه الله نفسه هو ملك الملوك رب الأرباب سماء السماوات أنتوا واحدين بالكوا أن دي مدرسة إلهية أنه دورت ما يش هتقولك ده ده أنا خدت شقة زي السماء خدتلي شقة ليه مش عارف إيه؟ لا الحقيقة أنت ما دورتش على أحلى يعني الكتاب المقدس أنا أسف في التعبير يحلوني للأباء هقول تعبير وحش قوي يعني يعلمنا من رم رمش يعني مش أي حاجة كده مش كده حد قالي كلمة حلوة إياه 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 عندي عندي كلام عندي كلام غير الكلام اللي في العالم عندي عندي حاجة مش موجود زيها ممكن يكون فيه تشبيهات زيها صغنونة يعني موديلات صغيرة لكن مش زي اللي في الكتاب المقدس وأكيد مش زي اللي في سفر نشيد الأنشيد حبيبي بين الرجال حبيبتي بين النساء طبعا هجوم الشيطان بقى ده من زمان يعني من زمان قوي ومازال بس من ضمن الأصفار اللي هي يعني ده مثلا سفر الرؤية طبعا عليه سفر التكوين من جماله ومن قوته عليه حروب فيه ناس متخصصة حروب على سفر التكوين خصوصا أول 11 إصحاح يعني دول هجوم هجوم ده مادة من مواد الدفاع الكتابي يعني يمكن أبونا بشوي والأباء هنا ليهم باع في الكلام ده كله السفر ده من الأصفار الجميلة جدا الكاتب هو سليمان الحكيم سليمان الحكيم كتب السفر ده وطبعا في بعض الناس قالوا أصلا كان بيحب واحدة سودا كوشية ولا مش عارف إيه أم هو كتب لحبيبته الكلام ده وبالأمارة كتب كلام عب قوي قوي كتب كلام اللي جادع فيكم يقراه ويقول قدام الناس مرة واحد اسمه أحمد ديدات بس عملها على حسقيالي يعني وطلع قدامه في مناظرة واحد بروتوستانتي وللأسف يعني كانت المناظرة ضعيفة جدا لكن إحنا لما بنجي ندرس إحنا مثلا من ضمن المناهج عندنا في إعداد خدمة من ضمن المناهج في إعداد خدمة لازم كل دفعة من دفعة إعداد خدمة ندرس مع بعض سفر نشيد الأنشيد من أوله لآخره كل كلمة بناخد لنا كام يوم بره في أي مكان مؤتمرات نقعد صبح ظهر ليل قاعدين ناكل ونشرب هيوا سفر نشيد الأنشيد واخدهم ولاد وبنات مع بعض بعد ما خلص السفر وندرسه كلمة كلمة مش بحكي عنه زي ما هعمل النهاردة بس لأ بندرس كلمة كلمة اللي مكتوب في صح سبعة واللي مكتوب كله على بعض بعد ما خلص خلص قال لهم ولاد تشوفت حاج عيب؟ قلنا حاجة كده عيب فالولي أبدا محسناش طبعا لأنه السفر ده سفر قوي جدا اتكتب في النص التاني من القرن العاشر قبل الميلاد يعني قبل المسيح بحوالي حوالي يعني ألف سنة أو أقل من ألف سنة بشوية الإصحاح ده بيتكون من ثمن إصحاحات ورقم ثمانية ده مش رقم عادي نعم إن الإصحاحات دي تكتبت تقسمت يعني في القرن الستاشر الميلادي تقريبا حاجة زي كده ولكن حتى ولو كانت متقسمة تقسيمة جديدة بس برضو رقم ثمانية رقم مية وسبعتاشر مية وسبعتاشر آية ويعني نظرا لحب للبابا شنودة يعني برضو والبابا توادرسي أقول لكم برضو رقم مية وسبعتاشر ده مش عادي بالنسبة لي يعني رقم البابا شنودة في البابوات وأبدع في كتابته عن سفر نشيد الأنشيد وليه كتاب وليه مجموعة عزات يمكن حوالي أربعين عزة ياخد كلمة من يعني ياخد كلمة ويقعد بها عزة ياخد كلمة ويقعد بها عزة ياخد كلمة هتلاقوها طبعا أنا مش بعمل دعاية بس هتلاقوها في مركز البابا شنودة لو رحتوا هتلاقوا دي فيدي تفسير وفيه كتاب كمان برضو عاملوا البابا شنودة والحقيقة إنه كمان واخد من الروح دي يعني لما يقعد يتكلم عن حوار مع الله الحقيقة يعني بشم ريحة المزامير على ريحة نشيد الأنشيد فيعني 117 فيه كمان 1350 كلمة طبعا إحنا حتى الحروف لأنه أي نعم إحنا مش حرفيين بس الحرف هنا أنا صدقوني في مرات كنا بنقعد ندرس النقطة فين أي نعم التنقيد برضو والجمل والتأسيمات دي حاجة حديثة لكن كل حاجة بتهوى بناحية نشيد الأنشيد أو أصفار الكتاب المقدس تستحق إن الواحد يخش جواه لأنها ربنا بيفتح فيها سكك حلوة سفر ده سفر هو فيه آية مشهورة جدا تمموا خلاصكم بإيه؟ بالخوف تمام؟ لكنه ممكن الاثنين وسبعين سفر الآخرين تتمم خلاصك بالخوف اللي عايز يتمم خلاصه بالخوف أما هذا السفر فاللي عايز يتمم خلاصه بالإيه؟ بالحب يعني اللي حابب يتمم خلاصه بالحب يقرأ نشيد الأنشيد يدرس نشيد الأنشيد يحفظ نشيد الأنشيد يعيش نشيد الأنشيد ويكمل الإصحاح التاسع بقى من عنده يعني يقف ويقول له ما انتخذت نموذك ثمن إصحاحات طيب التدريب اللي تعمله إيه؟ دور بقى زي ما كانوا الأباء يقولوا بعد ما تصلي المزاميرك بعد ما تصلي المزامير بتاعة داود النبي فليكن مزمورك الخاص بيسموه المزمور رقم 152 يعني فيه واحد يقف عند مزمور 150 بعض الطوايف فيه بعض الناس يقفوا عند مزمور 151 يقول لك لا الشاطر بقى اللي كل مرة يصلي مزمور 152 الكنيسة بتعلمني الإبداع يطلع أنا بقى فين أقول إيه؟ فين أنا بقى؟ على فكرة فيه صلوات كتير في الكتاب المقدس اللي منكم يقراها كويس ويدرسها كويس يحس بروح المزامير موجودة فيها يا ما يعني فيه نصوص كتير جدا موجودة جوه الكتاب المقدس لأباء وقدسين السادة العذرة تزمحة بتاعتها مزامير تعظم نفس الرب الله جبتي منين تعظم نفس الرب تبتهي جروحي بالله مخايا يا جماعة أصلا لما كانت قاعدة في الهيكل كانت بتدرس وبتسمع وعمين يقولوا المزامير آه هي قاعدة تشتغل بس قاعدة تسمع المزامير في أول ما وقفت رحت مصلة تزمحة حتى كلمات هتتسمى تزمحة العذرة تزمحة يعني إيه؟ يعني دخلت في روح المزامير الشاطر اللي يخش مزمور مية اثنين وخمسين الشاطر اللي يدخل في نشيد تسعة مع ربنا يخش بقى في حجاله أدخلني الملك إلى حجاله وحكيله وحكيله عن اللي برا اجذبني وراك فنجرى جيبه ولادي في الخدمة وحطوا بقى كل آية من الآيات اتعكيتوا وقعتوا وملخبط أقولوا سوداء وجميلة انت فين يا رب؟ أقولهم أمشي كده أقول أحلفكنا يا بنات قرشالين بالآياء له بالزباء إن وجدتنا الحبيب أن تخبرونه بأن مريضة حبا أنا مش عارفة هو فين بس هو حبيبي وعارف حكي عنه واكتشف حاجات جديدة منه أدخل حكي عن المسيح اللي محدش داء الحتة دي عروس النشيد عملت كده عروس النشيد دخلت في حتايا لم يدخلها أحد قابليها ويمكن معرفش بعديها ولا لا لما بيقولولها ما حبيبك من حبيب أياتها الجميلة بين الناس ما حبيبك من حبيب حتى تحلفينها كذا في أربعة أو خمسة قلت لهم في خمسة حبيبي أبيض وأحمر دخلت في اللون اللي منبر ورحت جاية في الآخر بقلت إيه حلق وحلاوة إيه ده جبت منين حلقه دي بقى طب قولي فمه حلاوة طب قولي كلماته حلاوة ما الفرق بين الحلق والفم الحلق فين آه دي دخلت لأعماق الكلام دخلت من حيث بداية الينبوع اللي هو بيخرج الكلام الجميل ده يا نهاري كبيض وسنينك الجميلة يا عروس النشيد وصلت الحلقه في العهد القديم وإحنا جايين دلوقتي وبنبلع بناخد جسده ودمه ويدخل في جفنا وفي أحشاءنا وفي دمنا وفي روحنا ودخلنا في عهد النعمة مين فينا ده احنا لغاية دلوقتي بنحط كلمات يمكن في اجتماعات الخدمة ويدعو فيها أباء أو متكلمين كيف نميز صوت الله تلاقي عروس النشيد وقفة فوق تقول ينهاركو أبيض يا شباب ينهاركو أبيض مش عارفين تميزوا صوته ده نحكيلكو عن حلقه قبل ما صوته يطلع ده من جو فمين فينا بقى بعد ما يدر السفر النشيد وبعد ما يدوء المسيح اللي في سفر النشيد وبعد ما يدوء الأسرار اللي موجودة في سفر مليانة أسرار نشيد الأنشيد مليان أسرار ويتفتح لكل واحد كل مرة بشكل مختلف ولكل واحد بشكل مختلف عن الآخر حاجة عجيبة كله مشتهيات جبتي منين كله مشتهيات دي أفتكر في مرة من المرات حكاية مشتهيات دي حتى بصوا في حاجة اسمها شهوة شهوة حلوة شهوة شهوة ليه اشتهاء أنطالق مثلا يقول في مرة كان الأنبا كرولوس متران ميلانو الله ينيح روحه في مرة كنت باخد خلوة يعني في البراموس أيام ما كان أبونا كرولوس البراموس يعني زمان قوي قوي قبل الأنبا كرولوس المينيا كان هو اللي ماسك بيت الخلوة قبلها وبعدين بقول له اكتب لي كلمة منفع يا أبي فكان يجي لنا بالليل كده من الجبل يعني فكتب لنا بخطه بقى الروحاني الرسم ويكتب الحروف عامل زي البابا طوادروس كده فرح كتب لي قولة للقديس أغسطينوس من يمتلكك يا رب يسوع المسيح تجبع كل رغباته ياه مش قادر أنساها كلام ده كان في أواخر السبعينات مش قادر أنساها ولا قادر أنسا كتب لي القول باللون الأزرق كان يحط إقلام ألوان كان زمان ساعتها زمان كمان موضوع الألوان ده ما كانش سواء فنان يعني فكتب كده من يمتلكك يا رب يسوع المسيح تجبع كل رغباته القديس أغسطينوس عروس النشيد دائت الكلام ده كله بيقوله سليمان الحكيم كتب أربع أصفار حكمة يقوله الطفل الروحي يقرى سفر الأمثال على رأي المثل عشان تستفيد بدي لك مثل وتشبيه الشخص الروحي اللي هو طفل صغنون الشخص الفاته يدرس سفر الجمعة جيد ليه أنه يعرف أنه باطل الأباطيل قبض الريح يعرف أن الدنيا ما تستاهل يقوله بقى الشخص الناضج يقرى سفر نشيد الأنشيد يقولك بعدها اللي يخش على ده نضج عشان كده حتى عند اليهود لغاية دلوقتي محدش يقرى سفر نشيد الأنشيد إلا إذا كمل تلاتين سنة محدش يقراه ممنوع ليه؟ مش علشان ما يقراش كلام عيب يعني هو تسعة وعشرين سنة ما يقراش كلام عيب وتلاتين سنة يقرى كلام عيب طبعا كلام مش مزبوط لكن لأنه عشان يكون وصل لمرحلة نضج أو سن الملوك أو سن الأنبياء أو سن المعلمين سن التلاتين سنة ده السن بيتسمى النضج الروحي أو إشارة للنضج الروحي فإذا كان عند اليهود كده حتى الآن إحنا طبعا عندنا النضج الروحي هو اللي لسه طالع من جرن المعمودية اللي طالع من جرن آه أشيكو كده وأقوله يقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر أنا لحبيبي وحبيبي أو الهالو والطفل الصغير والطفل الصغير والبعدين والبعدين والقاربين والقاربين أنا أقول لكم عندنا خدمة للشباب بتوع الأهاوي والولاد اللي هما أنا خلص مفروض أخلص ولا إيه حاطر أنا مش عارف أنا سأنا أنت حاطر فلا يعني بص أنت أفضل لك تطفي المكنة لكن إن أنا أطفي مش هاطفي مش هيجيلي قلب أطفي طيب ماشي فالولاد دول كان الولاد دول بتوع يعني بيشربوا مخدرات وعلاقات وحاجات زي كده عنا كذا مرة نحاول إنه نجيب لهم مرة ناخدهم ونأجر لهم فيلا مش عارف فين وقدامهم حمام سباحة ونعمل لهم لحمة ما شوية يا دوبك يقعدوا شوية يومين ثلاثة ويرجعوا لحلهم تحلت فيه سفر نشيد الأنشيد عاملنا لهم يوم سميناه كان 24 ساعة وإنه لهم هنخش العرس فحفل جواز فطبعاً الولاد أول ما ساموا حفل جواز قال لك زغروطة بقى يعني بشاير خير إن شاء الله فعندنا ندر السفر نشيد الأنشيد حتى الآن خدام تحولوا إلى خدام تحولوا إلى خدام بسيطة ده احنا يعني أنا آسف أنا يعني غبي قوي أنا هتوب واحد بلحمة طب لو واحد تاني اداله اتنين كيلو لحمة هيرجع ها وديه حمام سباحة طب لو واحد عمله اشتراك في نادي مش عارف ايه هيرجع لكن لما تدينه حاجة محدش عنده أحلى منها ولو جد عدو روح ده أور إذا كان عندك حاجة جميلة فأنا عندي أجمل الجميلات إذا كان عندك حاجة حلوة أنا عندي أحلى الحلوين إذا كان عندك إذا عندك سعادة فأنا عندي أسعد الأسعدين والسعداء أنا عندي التطوبات كلها الحقيقة إحنا عندنا كنز عشان كده خادم فقير قوي اللي ما يقراش في الكتاب المقدس لولاده ولو في كل مرة ولو خمس دقيق هقف أتكلم عن إيه على رأيي عم بتدرس الله يدي له الصحة ويصبحه بكل خير كنت في مرة قبل التحفظ كان عامل كورس إعداد خدام في بورس عيد أنا بتدرس من التقال قويا التقال روحيا وتقال خدميا حاجة نقاوة يعني حاجة نقاوة ففي الشريط ده عندي يعني بيكلم الولاد بتقادات خدمة زمان بقى وكان لسه قبل البرش والزلازل والمعتقلات كان فبيقول للأولاده ايه لو مروحتش تخدم بالكتاب المقدس هتخدم بايه أنا آسف حلول يا أباء بس مره هو اللي قال كده باتاذ هتخدم بخيمتك هتقولهم ايه لو مش هتقولهم الكتاب المقدس هتقولهم ايه نحنش أتكلم من الكتاب ده كنسة متعرفش تصلي من غير الكتاب المقدس مهم ببقى كلينا بسرعة بسرعة كده مشكلة سفر النشيد الأنشيد هيقولك أن المشكلة هي أنه بيقول كلام عيب بيقول كلام عن الجسد بيقول كلام عن أعضاء الجسد معلش سامحني يعني هو أعضاء الجسد عيب ولا إيه هو مش ربنا اللي خريقها ولا هو في كله الطب مش فيه تخصصات في الجزئية دي هو الولاد في ابتدائي مش كانوا بيدرسوا جسم الإنسان والباب الأول الجهاز الدوري الباب الثاني الجهاز الهضم الباب الرجعفر خامس الجهاز التناسلي أو يعيب ولا إيه آه أنا فاكر كويس جدا كنا لما نقعد وإحنا طلبة أو بعد كده في التدريس يعني تلاقي إنه الطلبة أو التلاميذ اللي قاعدين الطلبة اللي موجودين وحتى في الجامعة تلاقوا الطلبة نوعين تلاقوا الطلبة إيه؟ نوعين نوع مؤدب جدا واخد الموضوع بجدية وباحترام وبتقديس ونوع تاني أنا آسف في التعبير بتوع شوارع أنا آسف يعني أنا آسف في التعبير معناها إنه جهاز الاستقبال نجس فبالتالي نجس الكلمة المقدسة قبل دخولها هو سفر نشيد الأنشيد اللي كذبه بجد 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 مين؟ حلو لما نقول إن الكلام ده مش مؤدب معناها إيه؟ طبعاً ده خطأ في حق الروح القدس في حق الله إذا كنا ده كلام ربنا لما واحد قال كلام مش مؤدب يبقى لقال الكلام حاشا ماقدرش أكمل الجملة الفكرة نفسها فكرة خطيرة فكرة إنه ماينفعش نقول الكلام يعني دي منش من النصوص إحنا كخدام نقول كده ينهربيض ينهربيض يعني أنا صدقت يتبقى كارثة لما المحامي يهاجم يبقى بيشتكي ينهربيض وبعدين إحنا مش محامي إحنا دي وجبة طيب أنا يعني هو اللي بقي لي قد إيه؟ ثلاث دقائق خلص الوقت طيب أنا هقول لكم يعني مش عارف يعني لا 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 ما خلاص أنتوا مستبدين وأنا يعني لا 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 أنتوا مستبدين حاضر حاضر أنا هقول لكم مرة خطر في بالي أننا نعمل إحصائيات يعني كل كلمة قلت هجيب الكلمات وأعمل لها إحصائية فأنا طبعا كده مش هآخر هقول لكم إحصائية الكلمات يعني واخد بال حضرتك اللي هي الحداشر ألف وتلتمية هقولهم بسرعة دلوقتي عشان إيه؟ خليكم معايا ما تبقوش معاه هو عشان الناس بس اللي بتقول إنه السفر ده في حاجات عيب هقول لكم إحصائية غريبة جدا هي كانت في صفحة 318 بس إيه هجيبها لكم سهلا لا لا ده بجد ده الفايل معادي الميت صفحة مش يعني اللي هي مقدمة سفر كلمة محبة ذكرت 54 مرة بصوا بقى المفردات هتحكم خدوا بالكم المفردات هتحكم السفر ده مقدبة ولا مش مقدبة كلمة عروس أو عريس سبع مرات كلمة خطوبة مرتين كلمة كمال مرتين كلمة جميل وجميلة 13 مر كلمة حمامة ست مرات كلمة أخت أخت ست مرات كلمة جبل ست مرات أياء الخمس مرات تعلب مرة واحدة ملك خمس مرات ملكة أقول لكم بقى على الاصفر يعني الحاجات الدهب والملكة والملك والكرم كلمة فرح طبعا برضه والسوسن والنهار والليل كلمة كرح مجاتش ولا مر مجاتش ولا مرة كلمة حزن مجاتش ولا مر كلمة زواج مجاتش ولا مر كلمة شهوة مجاتش ولا مر كلمة عاطفة مجاتش ولا مر كلمة زنى مجاتش ولا مر كلمة خطيّة أو خاطي مجاتش ولا مر كلمة عبد أو عبيد مجاتش ولا مر كلمة عارفة أو أنجب مجاتش ولا مرة إيه العيب بقى مش فاهم وانتوا جابين منين الكلام ده اذا كنتوا بتتكلموا عن الجسد الحقيقة انه حتى الاعضاء الجسدية اللي ذكرت ليها تشبيهات لانه اعلموا الموضوع ده كويس جدا هو اهم حاجة في الانسان هو الروح الروح مكون تماما تماما زي الجسد فالروح ليها عين وتتسمى استنارة والروح ليها ودن وتتسمى تمييز الروح ليها ايدين وليها رجلين وليها قلب وليها رئة وليها معدى بتاكل وبتشبع الروح بتاكل بس مش بطريقة الجسد فالله خلق لنا المحسوس لكي نفهم الغير محسوس ماخدين بالكم؟ الفكرة كمان بتاعت الزواج الزواج ما حبيت مرة اعمل نبزة عن الزواج ويعني تباركت بسيدنا امبا سرافيم وسيدنا امبا رفاقيل في المراجعة سمتها شريعة الكمال الكنيسة لما تتكلم عن الجواز يا جماعة الحاجة الوحيدة اللي تتسمى كمال من منطوق الكنيسة هو الزواج وابونا لما يقف في جوز يقولها بالتلاتة مشرع شريعة ووضع نموس الفضائل انتوا فاهمين يعني ايه جواز كما احب المسيح الكنيسة انتوا فاهمين اه تقولولي عيبة المسيح نفسه اتكلم عن هذه العلاقة يحنى المعمدان تكلم عن هذه العلاقة لما قال انا صديق العريس في العهد القديم كان الله بيقول على شعبه انه هو عرسته لشان كده لما شعب بني اسرائيل يبص برا يقول له انت زانيت تروح تبصت لعريس تاني وانا لعريس بتاعك ايه يا شعب ده اللي بتعملوه انا المسؤول عنكم انا اللي هفديكم انا اللي هوصلكم حاجات كتيرة جدا موجودة في السفر مليانة حاجات حلوة لكن احدث مش اخر على رأي البابا شنودة احدث احصائية حبت اشوفها يعني طبعا ابونا بشوي كامل عمل كتاب اسمه التوبة في نشيد الانشيد ابونا يوسف اسعد عمل كتاب عن مفاتيح في نشيد الانشيد بابا شنودة عمى قديس جيروم العلمة اوريجينوس القديس غوستينوس ملوش مش هتعرفوا تلملموا اخر التمن اصححات دول لكن هقولكم على حاجة عجبتني قوي ويعني ما بقولكم اللي هو كل الجمال موجود في هذا السفر فمرة من المرات لقيت جدول اول كلمة احنا عندنا تمن اصححات اول كلمة في كل اصحح واخر كلمة في كل اصحح هل ممكن يعمل انا عاديين فاضين بقى وعايزين ندور على كنوس جديدة حتى دي طلع فيها جمال اقولكم الستاشر كلمة دوله بس يعني بعدين فيه 35 كلمة اللي هم همضي بسلام غالبا همضي بس مش بسلام لكن مش مشكلة اول كلمة في صحح الاول نشيد وعلى فكرة برضو دي علشان الناس اللي يتكلموا بيفتكروا ان الحب الالهي والحب هو شحتفى بقى وطب طب يا رب ودلعني يا رب وهشكني يا رب وعلى ركبك يا رب وعلى كده حلو الكلام ده بس مش هو ده المقصود سفر ده اسمه ايه الحقيقة مفيش واحد يروح يكلم حبيبتي يقولها بلادي بلادي مش نشيد قول غزل قول يعني كومبليمون كده حاجة لا الحب في المسيح هو حب جندية هو نشيد هو رجولة هو جدية هو مش كلمتين وبس لا ده عمر كله بيعاد فأول كلمة في أول اللي هو بعد اللي يقبلني بقبلات فمه نشيد نشيد مايع أول كلمة في الإصحة التاني أنا آخر كلمة في الإصحة التاني المشعبة أدي الداء أدي المشكلة إن أنا مشعب داخل هنا وداخل هنا مشتت مع إنه كنت ناوي على نشيد صارو بس لقيت نفسي أنا الايه اكتشفت في هذا النشيد إن أنا الصارو إصحة التالت أول كلمة فيه آخر كلمة قلبه ينهر بيض نشيد الصارو أنا المشعبة فين في قلبه ماهنا هيبتدي العلاج بصوا الجمال سفر فظيع سفر جميل سفر يخلي البني آدم يدوب ما يطلعش ويقول لي خلصت الوقت أنا أنا المشعب في قلبه تمام صحر بقى ها أول كلمة آخر كلمة النفيس ينهر بيض نشيد الصارو أنا المشعبة في قلبه ها النفيس دخلت جوه أنا فكر نفسي أن أنا هبقى مبسوط بس وقاعد قال لي بص كل ما هو نفيس وإنت لما دخلت بقيت أيضا من هذه النفائس إنت هتدخل في مرحلة إكرام وتكريم وهتلاقي كل ما هو مكرم جوه صح خمسة قد دخلت قد دخلت هي طبعا متقلعة هنا على العريس أنا بقول له أنا دخلت آخر كلمة أرشاليم لما لقيتها النفيس قلت له إيه ده أنا دخلت أرشاليم ولا إيه أنا دخلت أرشاليم السمائية ولا إيه ده اللي أنا فيه ده صح ستة أين آخر كلمة صفين صفين هنا بيكلم عن الخراصين بتوع الملايكة فين الملايكة اللي موجودة أنا عايز أشوف بقى بتدي تدور على يعني يعني يعرفين اللي بيرفع سقف مطالبه فلا مش كفاية النفاس طب فين الملايكة أنا عايز شوف الملاك مخايل عايز شوف الملاك رفاقيل عايز شوف التغمات اللي موجود فأنا بدور على مين على الصفين قوم صح سبعة بقى أول كلمة ما أجمل وآخر كلمة حبيبي أنا بقوله بقى فين الملايكة لقيته داخل علي ما أجمل حبيبي لأ ملايكة إيه وبتاعه نفاس إيه ما أجمل حبيبي صح تمانية وآخرها بقى ليتك جمال جبال الأطياب يا ريتك ألاقي منك بقى الجبال دي معمولة من إيه من الطيب مجدل الثلوس الأقدس الأب 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 ترجمة نانسي قنقر